شدد وكيل محافظة شبوى رئيس لجنة الطوارئ في شبوى الدكتور عبدالقوي لمروق على ضرورة تنظيم أعمال البنوك والمصارف في شبوى وعدم السماح بمظاهر الازدحام فيها وضرورة التزام الصارم بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة المخاطر المحتملة للفيروس وأعرب الدكتور لمروق خلال لقاه ممثلي القطاع المصرفي في شبوى عن تطلع قيادة السلطة المحلية في شبوى إلى مساهمة هذا القطاع الهام بدعم جهود الوقاية من كورونا مشددا على أهمية ضبط أسعار العملات الأجنبية وعدم الإنجرار لاستغلال الظروف والتلاعب بالأسعار بأسعار العملات من شانبي أكد رئيس نقابة الصرافين في شبوى صالح حليس التزام القطاع المصرفي بالإرشادات والإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا موسيقى